بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد لازلنا في تتبعنا لحكم إمام الحكم والبيان سيدنا ومولانا أمير الممين سلام الله عليه يقول عليه السلام في رائعة من روائع إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك الإسلام العظيم ما جاء فقط بمجموعة تكاليف هذا حلال وهذا حرام وإنما جاء بمجموعة قيم فله في كل شاردة وواردة رؤية وحكم وبذلك نقل الإنسان الذي كان وحشيا في جاهلية عمياء نقله نقل نوعية فتدخل في اسمه وفي رسمه وثيابه وطعامه وأخلاقياته وجميع شؤون وهذا من أمانة الله سبحانه وتعالى والسماء للأرض لأن الله خلقنا فهو يحبنا الله خلقك يعني يحبك وهذا شيء فطري أيضا إحنا عندنا الناس الآن بشر صنع لك شغلة تتولد نوع علاقة بينك وبين الذي صنعته هذا شيء فطري الله خلقك يعني يحبك ولكن لا يدخل النار إلا الشقي أكو ناس أشقياء شا سوي لهم بهذا لا يجعلون لنفسهم أي مهرب ومنفذ يروحون للنار وإلا بطبيعة الحال الله عز وجل خلق الإنسان يعني يحبه ولذلك مختضى هذا الحب أن ينصحى يوجهه يرشده للأفضل هذه القيم هناك أمين عليها كما أسلفنا في بحوث سابقة وهو حسب ترتب الزمان إلى هذه اللحظة المتمثلة بإمام العصر والزمان روحنا في دار في ذلك الزمان كان الأمين هو أمين الله أمير المؤمنين بعد رسول الله ولذلك تجد من سيرة علي نفس سيرته تكشف موقعيته في الإسلام أنه مو فقط كان هم أن يحكم وأن يدير مملكة طويلة عريضة بل كان يريد أن ينثر قيم الله بين الناس وهذا ما يمتاز به عن الخلفاء السابقين الثلاثة حتى لو قلنا بعدالتهم كان كل همهم أن يحفظوا ملكهم ويديرون رعيتهم ويتركون أثرا في التاريخ هذا كل همهم كان أن يديرون ممالكهم ولكن عليا كان غير شيء كان يعطي رؤية في الفلسفة وفي الكون وفي الإلهيات وفي الملائكة ويحدث عن الجن ويحرك عقول الأمة عن آثار الله سبحانه وتعالى ويعرف برسول الله صلى الله عليه وآله ومن ضمن مهام إدارة حكمه فكان عنده واضح أن الرجل كان عنده أمانة يريد ينثرها بين الناس سير تتشهد على أنه أمين الله على قيم السماء هذا واحد من هذا المنطلق تراه يعطي رؤية للإنسان الناجح لا تعطل نفسك مع صديق أحمق لا تصادق أن الأحمق فإنه علامة الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك طيب من هو الأحمق؟ الأحمق هو ضد العاقل عكس العاقل العاقل قالوا أن العاقل هو الذي يضع الشيء موضعه يعطي كل حق حقه هو يضع الأمور بنصابه الأحمق عكسه هو الذي لا يضع الشيء موضعه عنده فراط وتفريطه هذا الأحمق ورد أنه لا تصادق أنه لماذا لا تصادق أنه؟ قال لأنه يريد أن ينفعك فيضرك يعني هذا لا يعرف كيف مصلحته فضلا أن يعرف كيف ينفعك هو ما ينفع نفسه فكيف ينفع غيره والحقيقة هذه المسألة جدا اهتم بها الإسلام أنه لضي نفسك مع الحمق لاحظوا في جميع النواحي سواء كان صديق ورد عندنا هذا النهي لا تصدق أنه زوجة حمقاء مكروه واحد يزوج الحمقاء لا تتزوجن الحمقاء فإن حمقها ينقل إلى ولدها لاحظ شلون يعني أنت تقول إي حمقاء شو علي بأخوة حمقاء أنا دير بالعلي لا هذا حمق ينتقل حتى لولدها هو تعال شوف إذا ابنك أحمق فيعني تأخذ سبتها أنت لاحظ هذه المسألة إذن هذه الصفة مذمومة ولذلك تشوف أنهم سلام الله عليهم كانوا حريصين على أن لا يدخلوا في حيزهم هؤلاء الحمقاء كانوا يتجنبونهم ويحذرون منهم كما يحذرون من العداء لماذا؟ لأنه كما قيل الطيور على أشكالها تقعوا خب هذا الصديق الأحمق أحمق من طبيعة الحام ولذلك تشوف يحدثنا التاريخ مثلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد أنه طلقت جونية جونية امرأة من الجون وكانت جميلة فخدعناها عائشة وحفصة ليلة زفافها بالنبي قصة معروفة الجونية ليلة زفافها بالنبي صلى الله عليه وآله مشتتها عائشة وحفصة فقلنا لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إذا اختلى بزوجته أن تقول له أعوذ بالله منك لاحظ وستغربت النبي يحب واحد زوجته تقول له أعوذ بالله منك فتتخيل هذا الموقف فشكرتهم على النصيحة فلما أدخلت على النبي صلى الله عليه وآله ودخل عليها رسول الله وأرخي الستار مد يده إليها أريد يقبلها يقعد وياهز فقالت أعوذ بالله منك فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله وغطى وجهه وكان حييا شديد الحياة وقال عثت بمعاظ عثت بمعاظ يعني إذا تقولي أعوذ بالله منك أنا يعني شنو شرعه خلص بحد عثت بمعاظ الحقي بأهلك روحي انتطال أرجعها لأهله ثم خرج بسرعة خرج وقال للذي جاء بها متحها بثوبين صحاريين يعني أعطيها مهرها وفلان ورجحها ويناقوا احترمها ورجح فلعنتها عشيرتها عشيرتها تبروا منها ولعنوها قال ليش حرمتين من نسب النبي وكانت تلعن عائشة وحفصة وماتت هما وغما السؤال هنا ليش النبي طلقها هي قالت هي مخدوعة يعني هي أفرض غبية أو حنقمو خد عنها ذني العفارية الثنية خد عوهن فقال خبعت بالتالي مو قاصدة فالنبي ليش ما نصحها وجهها وخلاص احتفظ بيها لأن هي مو قاصدة ما عدها لأم هاي القصة معروفة جدا وبعض الأعداء الإسلام يحاول يعني يخوث بها ويطعن بالإسلام وأنه وش دعوة النبي ومش فارقها يا حبيب النبي عاقل ولا ينسجم العاقل مع أحمد طيب شنو بكرة شو تقول بكرة إذا جلت لها وحده وقالت لها النبي يحب السم بالأكل مثلا وهو أهمي والله والله صدق إذا النبي يحب السم بالأكل ما تسويها ما تسويها لأنه اللي هي هتش الصورة رسول الإله لاحظ حبيب الله تلعوذ قليل أعوذ بالله منك يفرح النبي شوية المنطقة شوية العقل طيب إذا بكرة وحده قالت لها النبي يحب السم بالأكل يعني مثلا استتوى هم تحط السم بالأكل لاحظ وهل النبي صلى الله عليه وآله يقبل أن تزوج إمرأة بها المستوى هذا الضئيل من الحمق مع أنها جميلة ومزيونة وفلان وعشرتها مهمة أنه تدخل للإسلام ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريص على حيثيته أن لا تدخل في حي زهي هكذا مستوى أنه الجواب هذا لأنها لست فارقها لأنها حمقاء اليوم أعوذ بالله منك بكرة الله أعلم شي السوي لأنه صدقت بهذا الطريق وهذا الإسلوب هذا المعنى يكشف على أنك أنت حتى في منسبة حياتنا نحن كناس مثلا يتزوج يستسهل كثير يستسهل عقلها في مقابل جمالها مع أنه يشوفها مثلا امرأة خفيفة العاقل حتى يتأخذه حتى يتجيبها يقول إيه جمالها يشفع له مع أن هذا حمق أنت تفضل جمالها على عقلها لازم تفضل عقلها على جمالها لأن هذا رح يصير نقمة عليك بالتالي هذه المرأة رح ت بهذا العقلية الضحلة رح تسود عيشتك ولا يمكن أن تكون أما صالحة إذن هذا المعنى أكد عليه الإسلام في مسألة الزوجة كذلك الصديق يقول عليه السلام لا تصادق أنه تشنوع من البشر يريد أن ينفع كيف يضرك أحمق لي لأن الطبع ينسج مع الصديق تتأخذ الإنسان صاحب أخاثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من ذي مصحوبي نتن من النتني أو طيبا من الطيبي ومتأتيك عطره إذا كان هذا لئيم رح تأخذ تتأثر نفسيتك تنسج جمويات تندرج جمويات بالتالي صديقك فينسج معك وإذا بك أنت العاقل اللبيب فجأة صرت أحمق مثله ويتأثر بعقليته بطريقته بأسلوبه ومن هنا الإمام عليه السلام والإسلام يؤكد على هذا المستوى أنك أنت ما مفروض تصادق بمعنى تتخذه صديقا عضدا أسرارك يم أحمق وهذا يخو يريد نفعك فيضرك بهذا المستوى من التأكيد على هكذا علاقة ولذلك ورد تشوف النهي عن مصادقة الأحمق أو مصادقة الفاسق بمعنى الكاذب مثلا فإنه يقرب البعيد ويبعد لك القريب كأنك عايش ويجيب لك سراب شايف السراب اللي يقل لك هذا موي وهو سراب هو بالكاذب شنو وضعه الصادق كاذب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب إذن هذا أيضا ورد عنا النهي لماذا لأن الصديق هو قريب للروح وإن تشئت أم أبيت راح تتأثر بي وتنسجين بي ولذلك إذا رأيت من باب الطيور على أشكالها تقعوه إذا رأيت مجموعة من اجتمعين من الصادقين مثلا أربعة خمسة يروحون يجون يسافرون يقعدون في سواء اعرف أنه عندهم قاسم مشترك لازم فتشي جامحهم بيناتهم فتشي مشترك اللي اجتمعوا عليه ولو الأرقيلة مثلا حزب الأرقيل أو أفرض قعدة معينة أو كتاب معين أو دراسة معينة أو تجارة معينة لأنه لا يمكن أن يجتمعوا إلا على شيء جمعهم فالطيور على أشكالها تقع ومن هنا تجد أن علي عليه السلام يقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت أنت ما يحتاج قل لي أنت من بس قل لي صاحبك من أنا عرفك أنت من لحظ إلى هالمستوى لأنه أنت بالتالي ما تنسجم إلا الذي تجده على نفسيتك على حيثيتك ينسجم مع أفكارك ورؤاك وهذا الشيء واضح حقيقة لذلك تجد هذه المسألة مثل ما تختار زوجة وتختار لك بيت اختار لك صديق يعني لا تستهين بالصديق مو أنه المسألة عابرة لا لأنه يمكن أن يأتيك منه تأتيك منه رائحة سامة جميلة أو رائحة سيئة ومن هنا الإنسان يتعثر بهذا المستوى ولذلك شوف تعبير مثلا وين نبي صلى الله عليه وآله التعبير الشاع بين المسلمين صحابة رسول الله مو أصدقاء رسول الله بينما أكو فرز آخر من الصحابة يقولون أصحاب السر أو الحواريين عندنا كم تعبير بالروايات أركان وهم قيل الأركان الأربعة سلمان وبوذار والمقداد وعمار وأصحاب السر يعددون أو الحواريين يعددون حذيفة ويعددون مجموعة من الحواريين مثل سعد بن عبادة العنصاري يحطون عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وسلمان والناس هذه الذين يعتبرون حواريين حواريين بمعنى أصحاب سر أصدقاء فكانوا يخلص إلىه وكانوا يجتمعون معه ولهم مجلس من رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا يعني حذيفة كان عنده مجلس قاعدة بالليل وينه باجتماع كذا واحد والغريب هذا حذيفة واحد من الناس هذا الرجل يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر يقول الناس تسأل النبي شون ينفحها شنو الخير يقللهم على الخير يدليهم يقول أنا تسأله عن الشر شنو الشر وين الخطر فأتجنب أكون أنا بالمقابل في الخير بعد ما أسأل الخير وين إذا أعرف الشر أعرفت الخير ضده عقل فقه فكنت أسأله عن الشر فكان يجيبني أو وصايا النبي مثلا عن أبي ذر لأبي ذر الغفاري في وصية النبي لأبي ذر لأبي ذر تكررت في الروايات كثيرة هذه وبها أسرار معانس لاحظوا هذا مثل أبو ذر لبعض كتب السير للأسف تكتب بأقلام يعني حاقدة يوحو لك أبو ذر رجل أعرابي عصبي ما عنده فهم دام دارك ضعيف مو ولكن لو تلاحظ أبو ذر الغفاري من وصايا النبي إليه وأسئلت للنبي جد دقيقة يفهم أن تحته عقل عظيم وقلب جبار رضوان الله عليه هذا العبد الصالح الشيب الذي أوذي في حب محمد وآل محمد لاحظوا ومن هنا تشوف هؤلاء مجموعة كان الإنسان إذا يشوفهم يذكر بهم رسول الله يقولون في الروايات وكان ابن مسعود يتشبه بسمة النبي وبمشيه يعني يحاول يقلد مشية النبي يحاول يقلد طريقة النبي وحجي النبي بحيث الإنسان يشوفه يذكر به رسول الله على أنه حاص حيص أيام الخليفة الثانية لكنه رجع لعلي بعد ظلم الثالث إلى تذكر فضل علي وأهل البيت المهم وهكذا أمير المؤمنين في حواريه في الكوفة كان عنده مجموعة من الصحابة ومجموعة من المريدين وغيره ولكن اختص بمجموعة يسموهم الحواريين رحم الله شيخ عباس القوم يذكر في المنتهى يذكر مجموعة من هؤلاء حواري أمير المؤمنين حواري رسول الله حواري الحسن والحسن اللي كان يجد فيه عندهم راحة يجد عنده ينطلق عندهم فيقول ابن عباس كان علي إذا رأى عمارا هش وبشله وأخذه واختلا به يروح بمكان ويظل يسولف وياه يعنس ليش لأنه يجد فيه نفسه يجده قريبا على نفسه أو مالك الأشتر كان عنده مجلس ليلي في محضر أمير المؤمنين سلام الله كان يجتمع مع أمير المؤمنين وينسجم وياه ليش لأنه يجد فيه نفسه فاجتمع لذلك هناك قاسم مشترك بينهم وهكذا مثل أمثال حذيفة عليكم السلام شيخنا حذيفة وسلمان رحم الله حذيفة هذا الرجل حذيفة بن اليمان حصلت معه حادثة أو واقعة في سنة 1932 ميلادي ومؤرخة موجودة في صور تقدر تدخل على الانترنت أو جوجل عليه السلام تلقى هذا النين صور تشييح حذيفة حذيفة كان متفون بالمدائن هو كان واليها مع المدائن بعد سلمان عين والي على المدائن حذيفة بن اليمان قريب الفرات قريب الفرات كان قبره قريب الفرات فالفرات زحف على قبره فإجوا جماعة السيب الحسن الصفحاني سنة 1932 ميلادي أيام الملك فيصل الأول أو أيام غازي أو أول حكم غازي تو ميد فيصل الأول فإجوا إلى السيب الحسن الصفحاني قالوا له الفرات قريب يسهف على حذيفة ورح يروح حذيفة وعبد الله بن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري عده ابنهم اسم عبد الله مدفون ويحذيفة الفرات فقالوا الفرات قاعد يسحف فنخشى على قبريه ما يروحوا بالفرات فأذن السيد الصفحاني أن ينقل قال نقلوهم يمس الماء فراحوا وحفروهم فوجدوهما نائمين فكان أكو واحد اسمه حجي أبو فاضل من أهل الكوفو كان ساكن في شيكاغو أنا رأيته شخصيا هو قل لي قال أنا كنت موجود كنت أذكر هاي الحادثة ورأيتهم وكنت في تشيعهما يقول ورأيت وجه حذيفة قلت كيف كان قال مثل صور الأيما هاي اللي تتعلق بالصور الحيطان يقول نفس هاي الصور ما لهذا البيت وكان عملاق ومحني لحيته يقول وحتى لحيته وحمراء كبير الجسد رضوان الله عليه ولكن الغريب يقول وجهي وجهه الأيما اللي نصورها بالهم هذا أبو فاضل توفق بالكم سنة رحمة الله عليه في انتقل من شيكاغو إلى تكساس فتوفي هناك هو نقل قال رأيت وهو بعيني المهم أكصورة تشييع موجودة في الأنترنت تشييع حذيفة هذا حذيفة ميت سنة ستة وثلاثين للهجرة يعني قبل أمير مني لا يموت تلاحظوا قبل ألف واربعمل سنة أكثر هو جسده طري نائم كان نقلها إلى جنب سلمان الغرض لما تشوف حذيفة تشوف نفسية أمير مني تلقى لازم تجد خلق علي به خلق من أخلاق علي هو اللي انسجم وجعلهم قاسم مشترك بينهم طبيعة الحال ما القاسم المشترك بينهم وبين من غير التقوى وحب الله والشهادة لله سبحانه وتعالى وأنهم لا تأخذون في الله لو متلا وهكذا بالنسبة للأشرار يعني الأشرار مجموعة أشرار لما تباوع تشوف لازم تلقى قاسم مشترك جامحهم وهو الشر حب الدنيا حب طمعها مثل ما يجمع معاوية وعمر بن العاص يجتمعون على جنوب على حب الدنيا هي هذا القاسم المشترك فانت ما يحتاج انك تعرف هذا الشخص حتى تعرف منه الصديق انت عرف صديقة حرفه هذا قل لي من تعاشر أقول لك من أنت ولذلك انت كما تهتم بأنه تشتري لك بيت تشتري لك سيارة تشتري لك زوجة تشتري لك ثياب تشتري كذا انتقي أو تشتري لك عطر هذه ناسبك انتقي صديقك انتقي من تجالس فإنها ريح تعبر عليك هي هذه سمعة تجيك هذه فعنا منه جليسك منه صديقك شنو القاسم المشترك بياناتكم هذا ينسجب معك ومن هنا تلاحظ هذه المعادلة ان الاسلام مو دين انطواء وانزواء بل هو الدين انفتاح بمعنى الكلمة هو يضرب في الارض ويعيش كل الدنيا بشرقها وغربها ولكن خذها بحلالها وطبيعة الانفتاح على الدنيا انت لازم يسير عندك اصدقاء يسير عندك تواصل بالتالي انت انسان مو وحشي ما عايش وحدك مو غابة فتحتاج الانس والانيس لازم تفرزن وتغرب الهن ولذلك تشوفون حضراتكم اساس التربية الناجحة لأولاد للأبناء مو فقط الغذاء والعلاج واللباس والثياب وغيره لا كمان تهتم بغذاء تهتم بثياب اهتم بصديقة شوف من يعاشر وين يروح وين يجي لهذا الصديق اما يكون رفيق سوء انت تتكلم وياه يوم ساعة ساعتين تشوف ابنك هذا قاعد وياه عشر ساعة ثم ساعة في المدرسة شراح يوحيله شراح يعطيه شما كذا كمن اب وام يتعب على ابن ليل ونهار يجي صديق يتعرف عليه سيء يضيع كل اتعابك انت الاب وانت الام مثلا اذا هذا ينفذ في الذهن في الجسد في الاعماق الصديق رفيق السوق قرين السوق عبر ما شئت لازم لازم الانسان اساس التربية ان يشوف مع من يذهب مع من يروح من يعاشر من يصادق لانه الانسان بطبيعة الحال حتى لو ما كان صديق فاسق فاجر شرير لا كان احمق ينتقل حمقه لك يعني لولدك هذا الذي عايش الفوضى مفرد في حياته هاي نفس النظرية رؤيته للحياة رح تنتقل له هذا الصغير ومن هنا تعبير اميروني عايي السلام جدا تعبير رائع سلام الله يعلم قل لي من تعاشر اقول لك مناد وهذا النهي بالخصوص على الاحمق انه لا تصادق ان الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك هذه الحكمة جدا حكمة رائعة ومفيدة ومهمة في حياة الانسان من انسان حكيم سلام الله عليه ولو انت فديوم ما لقيت لك فرط واحد يناسب نفسيتك وحيثيتك بلاها خليك وحدك افضل ما اترافق رفيق شوء او احمق يريد ان ينفعك فيضرك هذه المشألة في غاية الاهمية وصلى الله على محمد واله الطاهرين الله سلام ومحمد ومحمد احسن احسن سلام